هنبدأ حلقتنا مع حضراتكم النهاردة بخبر مهم من وزارة التموين دكتور شريف فاروق وزير التموين طمن الناس بخصوص الأخبار اللي كانت بتقول أنه فيه أفراد هيتم حزفهم من بطاقات التموين في حال تحرير محاضر بسرقة الطيار الكهربائي الوزير خرج وأكد للناس أن الحسف كمان من البطاقات مش هيتم غير بعد حكم نهائي واللي حيحصل هو دلوقتي مجرد حيحصل تعليق للخدمة بشكل مؤقت بدل الحسف والوزير كمان وضح أن التغيرات دي بتحصل وحتحصل وحتكون لصالح الناس طبعا بكل تأكيد الحسف النهائي يكون فقط في حالة ثبوت التهمة بعد حكم قضائي بيؤكد سرقة الطيار الكهربائي كمان الوزير طمن الناس بخصوص مخزون الأمح وقال أن مخزوننا هيكفينا لمدة 6 شهور جاية وأنهم شغالين على زيادة هذا المخزون طبعا بحسب الحاجة يعني لا داعي للقلق نهائيا بخصوص الخبز المدعم في الفترة القادمة مهم جدا أن المسؤولين تطلع وتتكلم وتطمن الناس وترد على أي شائعات وتوضح كل صغيرة وكبيرة في الملفات الدولة بتشتغل عليها لصالح المواطن لأن طول ما بنسيب المجال للشائعات وما بيبقاش فيه ردود واضحة وصريحة وحاسمة ده بيسيب مجال للقيل والقال لازم نكون واسقين وفاهمين ومدركين كمان أن أي إجراءات بتتخذ بتبقى بخصوص التصدي المخالفات دي هدفها في الأول وفي الآخر أن الدعم يوصل لمستحقي إحنا بندفع ضرايب إحنا عندنا التزامات إحنا كمان عايزين الحاجات دي تتوزع بشكل يعود بالنفع على كل المصريين إن شاء الله حنكون مغوزين معاكم النهاردة على مدار 3 ساعات نصبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير يا مصر